الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أنا إن شاء الله ما عندي كلام أكتفي بما ذكر وبما قيل وأذكر نفسي وإياكم بآية واحدة كان عمر الخطاب رضي الله عنه يعظ بها الناس ويذكر بها وهي الآيات الأولى من صورة غافر قال تبارك وتعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد لعقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الآية دي لو الإنسان تدبر كويس تنفع في حياته ربنا قال غافر الذنب يعني العبد لا بد يعيش مع الله سبحانه وتعالى على هذا الأمل غافر الذنب لو ما تيقنت أن الله عز وجل أرحم بك من كل أحد أنت ستختلع غيرتك لذلك كثير من الناس اللي ضلوا وانحرفوا وصاروا يلجأوا لغير الله عز وجل كثير منهم من هذا الباب لأنه الواحد منهم يشوف ذنوبه كثيرة وداير لزول بعدين يجيف معاه السليلة الماسك لا في شيخ ولا في غيره داير لزول بعدين يجيف معاه شأن يخلصوا من العذاب ومن دخول جهنم لكن المؤمن يكون قناعته وإيمانه إن ربنا سبحانه وتعالى أرحم به من كل أحد قال تبارك وتعالى في صورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فلا بد تيقن تماما أن الله سبحانه وتعالى هو غافر الذنب بغفر ذنبك مهما كان عدا اللي تكلم عنه شيخ شهاب قبل شوية الشرك بالله سبحانه وتعالى وأنا ما دار أعيد الكلام لكن دائر أبني على ما سبق إنه الإنسان يكون أمل في ربنا سبحانه وتعالى عظيم ربنا غافر الذنب قال قابل التوب أي واحدة مننا براي يا أخوان غافر الذنب لمن مات عليه خلاص المات وغافر الذنب بيغفر ما دون الشرك دي براها غافر الذنب بعد ذا قال قابل التوب بيقبل التوبة وقبول التوبة ما زي غفران الذنوب التوبة من أي أحد بيقبله ومن أي ذنب بيقبله ما مقيدة ذي الغفران الغفران ربنا ما يغفر إلا شنو إلا ما دون الشرك لكن قبول التوبة يقبل من كل أحد ربنا سبحانه وتعالى يقول للناس القالوا الله ثلاثة ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ده منتهى الكفر ولا ما يهو ده منتهى الكفر الآية البعدية ربنا قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور الرحيم يغفر ده زاد ربنا قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا كتنوا عباد الله المؤمنين حرقوا بالنار ربنا قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق طيب لو تابوا ربنا يغفر لهم ربنا برضو بيغفر لهم ولذلك أخوانا الإنسان إذا عاش على هذين الأملين في هذه الآية الأمل الأول إنه ربنا يغفر لنا ذنبنا ما دون الشرك بس ننجض التوحيد تمام ننظف بعد ذلك لو وقع منا نذم ربنا بيغفره والأمل الثاني والأمل الثاني إنه ربنا سبحانه وتعالى بيقبل مننا التوبة النبي عليه الصلاة والسلام قال تقبل التوبة ما لم تطلع تطلع الشمس من مغربها الشمس ما دام بتطلع بالشيريق بيجاي ما مرقت من الغرب التوبة تقبل وما لم يغرغر الإنسان يعني ذا بلغت الحلقوم إذا الروح وصلت هنا تاني توبة ما في ما بتقبل لكن مدام أنت حي راجع نفسك فرصة قدامك أجل الزنوبك لقدامه وخطاياك ربنا بيغفره بيغفر كله وبيعفو عنك تمام ده خلاصة يا أخواننا ما عندي من الكلام في هذه الآية العظيمة تذكير لنا كلنا لنا كلنا نراجع حساباتنا كويس والإنسان لا يدري متى يموت والموضة لا بيعرف لك كبير ولا بيعرف لك صغير ممكن في أي لحظة إنت تفارق هذه الدنيا فحتفارق على أي أساس تفارق على أساس إما إنك إنت استغفرت من جميع ذنوبك وربنا غفر لك كلها وقابلت ربك نظيف أو لو بقيت عندك ذنوب ما تكون في العقيدة توحيدك ده تنجده تمام ما تقول تجامل فيه يقول لك أهلنا ماشينا الحولية نحنا ماشينا معاون وماشينا الزيارة نحنا ماشينا معاون ما تمش ساي ما تمش ساي الناس بينده في الفقر يقول لك كل الناس المنده نحنا مننده معاون ما تنده ساي ما تنده ساي ربنا قالوا دعوني أستجيب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائد عموما هذه الآية للإنسان إذا تأمل كان عم الخطاب أحيانا يرسل أو مرة أرسل لواحد رسالة مكتوبة ليزول أكان من المستقيمين وأخذتوا الدنيا وأخذوا الهوى رسلوا هذه الرسالة فيها بثل آيات ديل غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم الراجل ذتاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى فدن إحنا إن شاء الله يبقى أملنا وظننا بربنا سبحانه وتعالى الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل شان ما نمشي لغيره ربنا والله أرحم بنا من أي أحد وما في زول ذاته إحنا تعينا نرجو يعمل لنا حاجة يعني حيجو يوم القيامة كلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا طيب أنا راجي منه شنو يعني أنا عريان هو عريان زي ده الشيخ ذاته بتاعي وأنا حفيان هو حفيان أنا راجي رحمة الله وزاته راجي رحمة الله أنا جاكوا بعدين أقول أنا معالك في رقبتك هو يقول له أنا زاها تلبح اللي نمنو إذا كان الأنبياء ده الأنبياء مرسلين ربنا بشروا بالجنة هم حيين عايشين في الدنيا دي الله بشروا بالجنة الأنبياء يقوموا يوم القيامة يقولوا نفسي نفسي وجاسين على الركب يوم ترى كل أمة جاسية على الركب إذا كان الأنبياء يقولوا نفسي نفسي أنا أجد على لي في رقبة الشيخ وقول لحي اللي يا ناس الكلام ده ما بيجي والله لا بد الراجي رقبتنا تمام وننظف العقيدة والعقيدة انت شانت نظفة مش تقول لي بس أنا والله في رقبتي دي كويس وما بنده لي شيخ ولا بشرب لي محايا ولا بربط لي ورقة أنا في رقبتي كويس انت في رقبتك كويس الحمد لله أدعو غيرك وعلم لأنه الناس زي البعدين يوم الغيامة يجي في رقبتنا نحنا أولادك وأهلك وأبوك وأمك لأنه انت بتعرف وذا علمت أنغزهم معك وعلموا وهديهم دلهم على الطريق وساعدهم اللي لا انت أمك دي لو دار منا حاجة بسيطة في الدنيا دي دار منا شيء أكن حردت لك إلى بيت تأكله قلت له والله أنا ما أكل إلا تسوي لي شيء الدائرة الدائرة أنا في ناس بيجبروا وإن كانت ما صح في الدنيا مفترض تكون إنت معهم طيب ولين لكن لو هي بيتميل لك بكلام زي ده انت أعملوا لها فيه أمور الآخرة قل الله أمي انت بتمشي للفاكي أنا ما بقعد الليلة لك في البيت ما بأكله الكلام ده بحرقة وما بترضى اللي تقول لك خلاص أنا ما شئت الفاكي خليتها تعال أقعد انت لابد أشياء زي استخدم عاطفتك استخدم كل شيء نك تنغذبه لأنه مشكلتنا إحنا أخواننا مجتمع قام على الجهل أهلنا ما سيئين ولا هم ناس أعداء للإسلام ولا أعداء للدين لكن قاموا لقوا ده قدامهم ده لقوا قدامهم لقوا إنه الدين لابد تمشي تشرب ماء من الفاكي وده الدين والإسلام لابد تربط حجاب وتربط ورقة لقوا ده إنه ده الدين وده العغيضة والما بيعمل كده هما بيعتبروا ده ما عنده دين وما عنده محبة للصالحين وما بحبه النبي صلى الله عليه وسلم ده الدين اللي قوا قدامهم طيب نحن ننقذهم ونعلمهم ونهديهم ولنحن نخليهم في حالهم ده طيج أنت مما تقول لك إنك راح السوق العربية والديني أنا مش أجيب محاية من الشيخ إنت السوق تودية يا ناس اتقوا الله اتقوا الله يا ناس انت اللي بتوقفه وانت اللي بترجعه وتقول الله ما تعملي كده وده مبجوز للآية كذا الحديث كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا تعلم السبيل وتهدية وترشدة نحن ننغذ مجتمعنا فإذن يا أخواننا أنا خلاصة ما عندي من الكلام والكلام طال وجرة وبعدها الشيخ عالي زائد شايفينه جا إن شاء الله لو في مزيد من الكلام وإطالة في المجلس نحن نترك الكلام لغيرنا العرسان نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يبارك لهم ويمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل عيشهم رغدا ولا يجعل حياتهم كداء ويكون بيتهم على الكتاب والسنة الناس لو عاشوا على الدين بيعيشوا مرتاحين أما لو عاشوا على التغاليد والأشياء الماشية على المجتمع الحياة بالجغط لكن الحياة لو كانت قائمة على الدين لأن الدين فيه احترام الآخر فيه التوقير وفيه الحياة الكريمة الطيبة فنسأل الله سبحانه وتعالى والسنة الخير اللي بينفع أهله هو ده اللي يطبق الدين في نفسه الكلام ده ما ساهل أيضا ممكن يتكلم لكن الزولة المتمسك صح ده الزولة اللي يطبق ويبقى قدوة للناس في التطبيق فتطبيق زي ده إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى نسأل المولى عز وجل إنه يجعلهم بررة ومبروكين ويزيدهم خير ونماء هذا وصلي لهم وسلم وبارك وأنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم